الاستاذ محمود بهنسي والد الشهيد عبدالله بهنسي مساء الخير عزيز محمود انا المساء الخير يا فنم ازاي ما عليك ان شاء الله يكون بخير ربنا يا بارك فيك يا فنم شكري جدا شكري الله يا فنم احنا لشكرين لحضرتك على الاسرة وما قدمته للوطن لان اي اسرة بتقدم شهيد انا الحقيقة ببقى عارف ما يحدث في الاسرة وان الاسرة كلها في اعتباري تستحق التحية والعطاء لان كلكو ضحيته ربنا يا بارك فيك يا رب وده هل لحاجة نقدمها البلد من شاء الله النهاردة بيمثلك ايه يا فنم النهاردة بيمثل شيء عظيم جدا ايه يا فنم سمعك اوه يعني التكريم شابة الرئيس لنا وان هو تذكرنا بالفير ودائما معانا ده شيء بنقدره فيه جامع جدا وبنقدر فيه ان هو يعني بيحب ابناء بلده وبيحبنا كلنا ودايما معانا في الشراء والضراء وده شيء بيفرحنا جدا صحيح صحيح اه قولي بس انا مش عايز تقول على حضرتك لانه عارف انه كان يوم طويل لكن انا عايز رسالة من حضرتك بما اعتبارك تمثل اسرة شهيد بطل لكل المصريين يعملوا ايه عشان يحفظوا على اللي ضحى الشهيد من اجله يتمسكوا بطراب البلد دي بلد دي غالية وطرابها غالي لازم الناس كلها تتمسك بطرابها ويبقى عندها الانتماء والحب للبلد دي البلد دي قدمت لنا كتير قوي وقدمت لابناء نكتير قوي واحنا عايشين اختخرها ومنعامين بيها ان شاء الله وربنا اجعلها امينة مطمئنة ان شاء الله شكرا جزيلا ورحمة الله على الشهيد هو في الجنة الان او نحسبه كذلك وان له للاحقون باذن الله الجزء المهم كمان اللي حصل النهاردة في النادوة التثقيفية قصة الدراما النهاردة مين مين ما بكاش وهو بيتفرج على الدراما الجزء الدرامي او المشهد التمثيلي اللي عمله مجموعة من الفنانين المصريين للتعبير عن الواقع فيما يتعلق بالشهيد شفنا المشهد الدرامي بتاع سيد رجب وشفنا المشهد الدرامي بتاع مجدا زكي والحقيقة انا بسأل هذا السؤال انه مين استطاع انه يحبس دموعه للي شاف هذه المشاهد وعايشها مين اللي استطاع انه يمسك دموعه من النزول امام هذه المشاعر الجياشة والفياضة خصوصا الحقيقة مجدا زكي ابدعت ابدعت النهاردة في اداء الدور رغب قصره لكن الحقيقة كان عظيم عظيم وكذلك المشهد التمثيلي الاخر اللي عمله سيد رجب الحقيقة الدراما مهم جدا جدا قولوا على قد ما تقولوا بس الدراما والفن مهم جدا بس مهم جدا لما يبقى كده مهم جدا لما تبقى رسلته كده مهم جدا لما يبقى تأثيره كده عرفته ليه انا بقولكم ان اي حاجة في الدنيا فيها حلالها حلال وحرامها حرام حسنها حسن وقبيحها قبيح زي ما قال لي الشيخ الشعرام رحمة الله عليه محدش يقول لي كله على علته حرام او كله على علته حلال مفيش حاجة اسمها كده او حلو او وحش مفيش حاجة ربنا خلقها كلها حلو او كلها وحش لكن الحلو حلو ولوحش وحش الحسن حسن والقبيح قبيح هكذا تعلمنا في الاخلاق وفي القيم وفي الدين عشان كده النهاردة اي دراما واي فن مش لازم يبقى ميتكلم عن الشهيد بس بس اي فن بيعلم الوطنية وبيعلم الاحترام وبيعلي من القيم وبيحافظ على الاخلاق وبيحارب الفساد وبينشئ اجيال محترمة عارفة قيمة تراب بلدها وعارفة الصح من الغلط وعارفة قيمة العمل والانتماء والعطاء يبقى اسمه فن ويبقى اسمه بداع ونضرب له تعظيم سلام اما ما دون ذلك ما نعرفوش